اشتركوا في القناة ثم الحديث عن تسهيلات شهر رمضان ثم قصف على حلب واستهداف مطاريا ثم أخيرا نتحدث عن عصيان جيش الاحتلال في وجهنا تانيو نبدأ متابحين الكرام بالخبر الأهم لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية والذي يعبر عن حالة قلق لدى الاحتلال الإسرائيلي فيما تعلق بأن شرطة الاحتلال قامت بتدريب وحدة من المستوطنين في مدينة اللد في الحديث عن إمكانية تصاعد الأوضاع في شهر رمضان في إشارة إلى قيام حرب مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتكرار سيناريو 2021 الأمر الذي جعل هناك حديثا في الحالة الفلسطينية حول ما يجري الآن في داخل الكيان وهي عسكرة المدن الفلسطينية المحتلة تحديدا تلك المدن المختلطة في إشارة إلى إمكانية إطلاق يد المستوطنين في قتل الفلسطينيين تحت عنوان الخطر الأمني هكذا يتم في الضفة الغربية كما جرى يوم أمس في مدينة حوارة عندما تم اقتحام المستوطنين للبلدة وقاموا بالاعتداء على الفلسطينيين ومحلاتهم وكذا جرى بداية الأسبوع الماضي عندما قام عشرات المستوطنين بحرق مئات المركبات وتكرر ذلك في حرق المنازل والمحلات هذا يعطي إشارة المتابعين الكرام بأن ابن كفير الذي يرقب عملا متواصلا في تصليح مستوطني الاحتلال في الداخل لقيام على ما يبدو باستضافة للمتطرفين خلف هذه القبة والتي من شأنها أن تصنع للأسف مجازر في الأراضي الفلسطينية الأمر خطير وعلى الفلسطيني الانتباه ننتقل متابعين الكرام الحديث عن شهر رمضان في اجتماع يوم أمس من هيئة الأركان ونتانياه وغير من القيادات الأمنية حول ما يعرف بتسهيلات شهر رمضان هل سيكون هناك تسهيلات؟ هل سيمضي الاحتلال بفتح إمكانية المعابر لدخول الفلسطينية للصلاة؟ حتى الساعة وبحسب التقديرات الأمنية لم يخرج الاحتلال بتوصية بالتسهيلات ومنسق الاحتلال على ما يبدو وصل إلى نتيجة بأن التوتر في الحكومة الحالية قد يفضي إلى حالة زعاج من الأطلاف الأمنية والمتطرف داخل الحكومة للوصول إلى شكل من التسويات لكن الأهم كما قالت القناة الثلاث عشر الإسرائيلية بأن الأوضاع المحتدمة وترقبات شهر رمضان وإمكانية تصاعد الأوضاع الأمنية هي التي تقف على عدم أخذ قرار بالتسهيلات في الأراضي الفلسطينية شهر رمضان على ما يبدو كان مساحة للتنافس ما بين أركان حكومة الاحتلال ابن كفير الذي توعد باقتحامات مطاعفة في شهر رمضان وهدل للمنازل في مدينة القدس على ما يبدو الإعلانات التي جاءت من جهات الاستيطان والمستوطنين قالت بأن عشرين ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام هذا الرقم في زيادة بنسبة 15% الأمر الذي يجعل وتيرة الاقتحام متسارعة ومتسعة وتأخذ أبعادا دينية كما يجري الآن في أعياد المساخر التي تأخذ أبعادا ماسة بالمسجد الأقصى ومكانته وأيضا جماعات الاستيطان من خلال الرجوع إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تدعو المستوطنين للدخول الكبير للمسجد الأقصى وهذا يأتي في سياق التحشيد قبيل مسيرة الأعلام في الشهر القادم وأيضا ما تعلق متابعينا الكرام بالاقتحامات الدينية للمسجد الأقصى الحديث عن المسجد الأقصى يأتي في سياقات العمل الإسرائيلي من أجل تغيير البيئة داخل محيط المسجد الأقصى وتغيير البيئة الاستيطانية المستهدفة للمسجد الأقصى هكذا قال ابن كبير بأنه لن يكون هناك خطوط حمراء فيما تعلق بعدم المكتحمين وشكل الاقتحام وإنما اعتبر بأن الاقتحام هو هدف في التوسيع وهدف أن يكون الزمان غير محدود في إشارة إلى الأيام التي يتواجد فيها الفلسطينيون في الصلاة في المسجد الأقصى ننتقل متابعينا الكرام إلى العرب المرة جيش الاحتلال يلمح بقيام منظومته الأمنية بقصف مطار حلب المطار الذي قصف مرتين متتالياتين وكان قبل ذلك قد قصف أيضا مطار دمشق مرتين متتالياتين الحديث الإسرائيلي عن استباحات في سوريا وصل إلى مئات الغارات التي استهدفت مواقع مختلفة للإيرانيين والنظام السوري وللمقاومة في إشارة إلى حزب الله وغيرها من الكينات المتواجدة في إيران عفوا ووجودة في دمشق كان آخر القصف كما جرى في الأسبوع الماضي لمكاتب بالإضافة إلى عقارات وأيضا منازل قام الاحتلال بقصفها وأحدث دمارا كبيرا التساؤل المتابعين الكرام لماذا يقصف الاحتلال إيران عفوا يقصف سوريا ولماذا يكون دائرة الاستهداف بهذه السهولة الاحتلال متابعين الكرام من خلال قراءة المشهد فيما تعلق بالشام بأن الاحتلال يمكنه ضرب المواقع المختلفة في داخل سوريا دون أن يكون هناك رد فعل سوى ببيانات باتت معروفة منذ أكثر من ثلاثين عام سيكون الرد في الوقت والزمان المناسبين علقت القناة الثانية عشر الإسرائيلية حول استراتيجية الاحتلال في الشام قالت بأن الجيش يطبئن لسلوكه القصفي في الشام يستخدف المواقع والمواقع الإيرانية والسورية وغيرها دون أن يكون هناك عبءا أمنيا حقيقيا قد يفضي إلى رد فعل حقيقيا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة اطلاق اليد الإسرائيلية في الشام يأتي تعبيرا عن حالة الضعف الكبيرة التي يعيشها النظام السوري كما قالت الصحافة الإسرائيلية ننتقل متابعين الكرام حول الأزمة الداخلية الإسرائيلية واستمرار حالة الاحتجاج داخل الجيش المرة كان نتنياهو قد حذر من العصيان داخل الجيش وعدم الخدمة من قبل فرق الاحتياط الذي من شأنه أن يدخل الكيانة في مأساة عدم القدرة على المواجهة مع الخصوم أو مع الأعداء كما قال الاحتلال من خلال صحافته أشار إلى أن هناك مئتي طبيب عسكري على الأقل أرسلوا رسالة لهائرة الأركان بأنهم عازمون على عدم الانضمام لوحدة الاحتياط على خلفية التغييرات القضائية كرئ ذلك على لسان هيئة الأركان الذي اجتمع رئيس أركانها مع قوات وضباط كبار في جيش الاحتلال قال لن نسمح أن يمر التمرد داخل الجيش أبعد الجيش عن منظومة العمل السياسي ما يقوم به المتمردون الآن يشكل خطرا على بنية جيش الاحتلال عندما نتحدث عن الجيش والخطورة وخشية الاحتلال جاء في سياق الرسائل المتتالية من أطباء وعاملون في وحدات الاحتياط وطيارون وغيرهم الذين أبلغوا نتنياهو عبر الرسائل لن نسمح بالانقلاب الديمقراطي في داخل الكان هذا متابعينا الكرام جعل نتنياهو يطلق على ما يبدو محادثات داخلية لتعديل مصاري الإصلاحات القضائية التي أطلقها لكن أيضا مسؤول في حزب الليكود يقول بأن نتنياهو يسعى إلى ذلك لكنه يتخوف من وزير القضاء الذي يصر على عملية التغيير التغيير في داخل والتمرد في الخارج وإقاع التحشيد في رمضان كلها مصفوفة كبيرة الآن تدور على رأس نتنياهو لكن الأهم متابعينا الكرام هو ما يجري في الولايات المتحدة لبعثات من الحكومة الإسرائيلية التي التقت مستويات سياسية أمريكية للحديث عن التحالفات الاستراتيجية المتعلقة بضرب مفاعل إيران النووي هل ستضرب إسرائيل مفاعل نووي إيران؟ هذا تساؤل متابعينا الكرام يظهره نتنياهو في كل خطاب يحذر من النووي واقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية ثم يقول بأنها على مسافة أشهر من ذلك ثم الحديث الإسرائيلي الداخلي هل نحن أمام فزاعة جديدة تصنعها إسرائيل؟ أم أننا أمام حقيقة يمكن أن تفضي إلى تفجير الأوضاع؟ ما بين النووي وما بين الفزاعة بلا شك الاحتلال يعيش في أزمة حقيقية في ظل تصاعد الظروف الأمنية المحيطة والتساؤل الكبير ما هو أو ما هي إرهاصات العام القادم فيما تعلق بالتصعيد؟ التقديرات تقول بأننا أمام أشهر ستكون حاسمة لصالح التصعيد على حالة الهدوء أي جبهات ستفتح؟ سنختبر الأيام وهي ستجيب على ذلك دم تبود على أن نلقاكم في الأيام القادمة حول عناوين الصحافة الإسرائيلية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة